تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 أظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.17% بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأون كتاد وتثبت الأرقام المنشورة أن الخطط الحكومية الموضوعة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح ممن عكس على مؤشرات التعافي الاقتصادية مؤشرات إيجابية وموارد استثمرت بشكل أمثل للارتغاء بالاقتصاد البحريني صلت الضوء عليها تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 ليؤكد أن كافة المبادرات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن خطة التعافي الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح وبلغة الأرقام نمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في مملكة البحرين في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي مدفوعا بنمو بنسبة 2% في القطاع غير النفطي ونمو بنسبة 22% في القطاع النفطي والقطاع الغير النفطي حرصت حكومة مملكة البحرين على دعم تنميته والقطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الأنشطة العقارية والخدمات بينما حافظ قطاع المشروعات المالية على موقعه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متقدما على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي مملكة البحرين وحرصا منها على تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئتها الاستثمارية كبيئة جاذبة للاستثمارات أكدت الحصائية المنشورة على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 19.17% وأوضح التقرير بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت على صداراتها كأكبر شريك تجاري للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الخطط الحكومية الموضوعة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح نظير الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهي التي شهدت نسبا تصعودية خاصة بعد إطلاق خطة التعافي الاقتصادي حيث أن مؤشرات التعافي تتضح في الإحصائيات التي تنشر بشكل دهري ترجمة نانسي قنقر